بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهدى يا سادة احنا يوم السبت ده يوم أصحاب السعادة يوم اللي بنبدأ معهم حياتهم الزوجية وبنبدأ معهم تجددهم لحياتهم الزوجية واحنا ابتدينا مشروع كبير هو مشروع التمهير الزواجي ان احنا هنتكلم عن المهارات الزوجية بشكل واضح ونهتم بيها جدا 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 احنا من ضمن المهارات الزوجية اللي احنا لازم نتكلم عنها مهارات في بعض الحقيقة بتختلط على الناس ولما بيكونوش عارفينها وبيقدروا يتعاملوا معاها بصنعة لان المهارة معناها ان الواحد يبقى كأنه صنايعي يعني بيستعملها بحرفية النهاردة عن التكلم عن المهارة من المهارات المهمة جدا جدا فيه مهارات الزوجية احنا قلنا في التمهير الزواجي عشان نتعلم المهارات اللي بتفتح أبواب السعادة بتفتح أبواب السعادة ونركز عليها دايما عشان المهارات دي من أهم المهارات اللي احنا لو تعلمناها عن نعيش بفهم صحيح وتبقى معيشتنا حقيقية في الحياة الزوجية وبنحقق بيها مراضي الله سبحانه وتعالى من الجواز اللي احنا عارفينه وبنحفظه وبنعيشه مع قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحم محدش قال أن الجواز عشان هو رزق ما يبقاش كمان تدبير ومهارة وعشان كده مهارة النهار ده مهارة مهمة جدا 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 المهارة دي بعض الناس لو استخدموها بسنة زيادة بتبقى زي بالزبط الملح الزيادة وسعادة تحاول إلا سم فلازم الواحد نقعد مع بعضه نتكلم عنها لأنها مهمة في الحياة الزوجية وهي كمان مش شيء يمثل عب إيه المهارة دي؟ هي مهارة التفكير الناقض الزواجي يعني إيه؟ هو الجواز فيه نقض كمان؟ أيوة عشان الجواز ما يتحولش كله إلى تكسير ونقص لازم تعرف أنه فيه مهارة أصلا في الجواز اسمها مهارة النقض الزواجي مهارة التفكير النقض الزواجي المهارة دي بتتعلق بالقدرة على تقديم المعلومات المهمة لأحد الزوجين بشكل منطقي أو من الطرفين من الزوجين بشكل منطقي جميل مع تحللها عشان تساعد الطرف الآخر على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ليبقى هي مهارة منطقية بتساعد المقدمة بشكل جميل في الوقت المناسب عشان الشخص ياخد القرار المناسب ويتفاعل مع الأفكار والأراء الأخرى بشكل بناء ومفيد يا ريت كلين يبقى عندنا المهارة دي يعني مثلا على سبيل المثال شخص إيه اللي حاصل انجرف تحت الاهتمام بالشغل قوي أنا عايز أقوله أن اهتمامك بالشغل ده كأنك موظف بس ممكن يخلي حياتنا زوجية صعبة الساعات بتبقى دوت الزوجة بتبقى محتاجة ده قوي ليه طيب لأن الزوجة مهتمية بالشغل قوي لأن هي حاسة أن هي دخلت الشغل وهي فاتها كتير فعايزة تحصل زملتها اللي سبقوها أو الزوج مثلا مهتم بأصدقاءه جدا 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 وبيهتم بمشاكلهم بيهتم بكذا فعنده إسراف فإنه اللي حاصل فاحنا محتاجين المهارة دي عشان نساعد الشخص ده فالمهارة دي بتخليني أقدر أقدم له المعلومة دي بشكل مناسب وأخليه يفكر ويقدر يتعاطف ويتقمص شريك الحياة محتاجة إيه بشكل بسيط وسهل وعشان كده أكتر المهارة دي مهمة جدا 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 وتعالوا نشوفها من خلال موقف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ستينة مسلمة إيه اللي حاصل جاءت بطعام في صفحة له إيه النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت عائشة ملتفة بكساء ومعها فيه فإيه ففلقت الصفحة كسرت الصفحة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقاء الصفحة الصحفة وقال كلوا اللي حاصل كذين اللي فيهم مكسورين دولا راح جمعهم كده اللي فيهم الأكل لسه فقال كلوا غارة أمكم غارة أمكم كرارة رسول الله مرتين ثم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صحفة من السيدة عائشة فبعث بها إلى أم سلم رضي الله عنه إيه اللي حصل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل إيه قدم النقد لفعل السيدة عائشة بشكل مناسب وبشكل إيه وبشكل يخليها تتخذ قرار إنها ما تعملش للعملية دي مرة تاني فمنشوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الزوج فكر تفكير ناقد وحلل الموقف وعرف أصل المشكلة إيه ويغيرت السيدة عائشة لذلك تعامل مع الموقف بما يتناسب مع هذا الموقف طبعاً إحنا متعودين دايماً نحن نقرأ حديث رسول الله ده على إنه دايماً حضرة النبي صلى الله عليه وسلم راعة مشاعر السيدة عائشة لا إحنا ما بنقفش عند تحليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا المستوى بس نحن كمان بنشوف حضرة النبي بيقدم لنا إيه نتعلمه فقدم لنا تفكير ناقد ناقد موقف فعل السيدة عائشة وحلله وزيك من خصائص تفكير الناقد الزواجي تحليل المعلومات ومحاولة فهم طبيعة المشكلة زي ما رسول الله سلم عمل كده مع السيدة عائشة هو إيه اللي حاصل؟ إن السيدة عائشة عندنا مشكلة نعرف بقيت إزاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذا الموقف بالتفكير الناقد ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم مع مهارة من أهم المهارات الزواجية وهي مهارة التفكير الناقد تفكير الناقد ده بعض الناس آع وعند كتير من الناس سيء سمع بس إحنا لازم نحسن رؤيتنا وفهمنا للتفكير الناقد الناقد كإني أقول لكم حاجة النقود معناها الزهب والفضة فكأن الشخص اللي بينقودك بينقودك يعني بيدي لك حاجة كويسة إحنا عايزين نتعلم التفكير الناقد كده مش عايزين نتعلم التفكير الناقد اللي هو الجارح لكن التفكير الناقد المساعد اللي بيعمل لك قيمة إضافية طب ده عشان يبقى يعمل لك قيمة إضافية لازم إيه؟ لازم يبقى دي خصاصه إنه بيحلل المعلومات وبيحاول يفهم طبيعة المشكلة لو فيه مشكلة طبيعة الموقف لو فيه موقف وكمان بيعمل بيعمل محاولة لتقديم العوامل اللي تخلي المسألة نتخلص من المشكلة ونعمل إيه؟ ونضع لها الحلول المنطقية ولذلك الناس اللي بتستعين بالتفكير متعدد الرؤى دول بيبقوا أصحاب بيسموه أصحاب الحيلة أصحاب التفكير واللي بيساعدوا الناس دايما على التغيير طب نعمل إيه بقى؟ عشان نوصل للتفكير الناقد ويكون الأمر بشكل صحيح لازم نعرف أنه فيه مشكلات فيه ناس بيبقى عندهم مشكلات تجاهة تفكير الناقد ايه تجاهة مشكلتهم؟ فيه شخص ما عندوش استعداد للتفكير الناقد شخص لا يرى إلا تفكيره معتد برأيه معتد برأيه فما بيسمعش أراء الآخرين فيعتد برأيه أو بيحس بأن الرأيه دوت النقد دوت عيعمل له مشكلة بسبب التأثر الاجتماعي والخوف أو بسبب أنه كسلان مش عايز التفكير الناقد لأنه كسلان أو بسبب التجارب السابقة تعالى نساعدك على أنك أنت تخرج وتستقبل التفكير الناقد بس لازم اللي بيقدم التفكير الناقد سواء كان الزوج أو الزوجة يقدموه من غير ما يخلي الشخص يحصل له حالة من حالات الاعتداد برأيه والاستفزاز إمتى يكون ده؟ لو كان صاحب التفكير الناقد بيعمل إيه؟ بيهتم شويتين تده بتحديد المعنى اللي هو عايز يتكلم فيه بدقة سواء كان مشكلة أو غيرها يحدده بدقة وبضوح بلاش الأشياء المطلقبطة والعامية دي اللي بيخلي الشخص قدامه يحس إنه هو بيتعامل مع شخص كل اللي عايزه بس إنه هو ينقضه لكن هو لو محدد إن إنسان اللي قدامه بيحس إيه؟ بيحس إنه هو بواحد جاي عشان مصلحته فمثلا الزوجة تقول لزوجها مش حاسس بي وتسكت لا هي تقوله إيه؟ تقوله المشكلة بشكل واضح تقوله المشكلة إن أنا عايزك تبقى معاه فإيه اللي حاصل؟ فلازم نبعد عن الأحكام المطلقة ونتكلم بشكل أكثر وضوحا هي مش بتقوله أنت بعيد عني لكن بتقوله على فكرة أنا محتاجاك النهاردة نقعد نتكلم مع بعض شوي ليه؟ لأن النهاردة في حاجات مهمة جدا جدا إحنا محتاجين نتناقش فيها وتقول إيه بقى؟ ويا ريت ده تبقى عادة عندنا دايما يا سلام ما حدش ينكر الكلام ده أو لا حد يتدايق منه تاني حاجة تفكك بقى الشخص اللي هو عنده التفكير النقد يفكك المشكلة بقى يعني إيه يفككها؟ يتعامل معها ما يتعاملش معها كتلة واحدة لكن يتعامل لها معها جزء جزء حتة حتة لما يحصل ده إيه اللي حاصل؟ يحس إن عناصر بتاعتها لما تتفكك لعناصر صغيرة ممكن يتعامل معها بشكل صحيح مش كعنصر واحد لا ده عبارة عن عناصر صغيرة وأنا دايما تسمعوني بقول في الفكرة دي هل يمكن أن يأكل خليل الفيل؟ نعم يقطعه إلى قطع صغيرة ويتعامل معها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ده علمنا أنه نتعاملش معه المشكلة بأننا لا نستطيع أن نهدي الناس لكن إيه اللي حاصل؟ الكلمة الطيبة صدق كلمة شوفها كلمة فقول الكلمة الأولينية ثم أقول الكلمة الثانية ثم أقول وخير العمل وأدوامه وانقل شوف حضرة النبي علمنا إزاي اللي استراتيجية دي بهدوء تالت حاجة أنت ما ينفعش تقول الكلام من غير استدلال يبقى الخطوة الثالثة بعد ما حددت المشكلة بوضوح بعد ما إيه اللي حصل جزقتها بعد كده تستدل هنا بقى بنتكلم عن البحث عن الدليل اللي هيساعدك أن أنت تقدم الحل دا للشخص اللي هو بيسمعك فلو كانت الزوجة طلبت منك تغيير شيء مثلا في البيت أو تجديده ما تقول لهاش ما ينفعش كده وخلاص لكن إيه اللي حصل ادرسوا مع بعض ادرسوا الموضوع دا ادرسوا الموضوع دا وتعينفع ولا ما ينفعش لما تدرسوا الموضوع دا بقى وتجيب لها الدليل على إن دا ما ينفعش دلوقتي ما هي بتقول لك إيه عايزين نجدد البيت ما تقول لهاش ما ينفعش وخلاص لكن تقول لها تعالي ندرس الموضوع سوا إيه اللي حصل اعرف التجديد دا هيتكلف كام ومين ممكن يعمله وهيعمله إزاي بأحسن جودة وإزاي للسعر دا مش هيتلعكو وإزاي هتوفروا للموارد المالية وإزاي هتحطوا دا في الأولويات تقولي الكلام دا أنت بتكلم مع زوجتك بيانشأ بينكم في التفكير مشترك وإنتوا ساعتها هتقدروا تاخدوا قرار سوا لأن قلوبكم هتبقى على قلوب بعض زي ما بنقول تالت حاجة رابع حاجة بقى بعد ما حددنا المشكلة فككناها استدلينا الإنصاف وإنتوا بتتكلموا عن المشكلة خليكم منصفين بلاش تنسوا إن انتوا حبايق بلاش تتعاملوا مع بعض على إنكم أعداء لازم كل واحد فيه نهيتعامل مع الشخص إن كل واحد فيه نهيتعامل مع زوجه على إنه ماذا حبيبه بلاش تنسوا بلاش تنسوا إيه بها لازم تخليكم منصفين وبلاش تنسوا إن انتوا إيه أحباب لأن انتوا ننسيتوا إن انتوا أحباب إيه لا يحصل هتفقدوا الأشياء الإيجابية وتنسوا الفضل اللي بينكم وتتعاملوا مع بعض بطريقة سلبية وإيه اللي حصل وتنكروا الشيء الإيجابي وما حدش يقول أصلي إيه اللي حصل عارفاه لو قلت له لو قلت له على الحيات الإيجابية إيه اللي هيحصل ولا هيقبل الفكرة ولا حاجة لا خالص الطريقة دي أكيدة كل ما ننمي الأشياء الإيجابية ونبتعد عن الصور الصور النمطية إيه اللي حصل هيكون الأمر ده أسهل شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عن إبليس سيدنا أبي هريرة قال له صدقك وهو كذوب أنا بقى بحب أتعلم الحياة دي من حضرة النبي لأن حضرة النبي بيكسرنا الصور النمطية حتى إبليس وهو الكذاب الملعون اللعين لكن هو ممكن يصدق في موقف طب إذا ما كانتش ده إبليس اللعين ده كانت زوجتي ده كان زوجي فزوجتك وزوجك دولة أكيد مؤمنين وما ينفعش ما تفهمهمش وما تصدقهمش خامس حاجة لازم نتعود إن إحنا ندور ونتعلم عشان نقدر نحل المشكلة لابد إن إحنا نهتم شوية بالتعلق اللي ما نعرفوش نروح نقراله نروح نتعلم له في حاجات كتيرة اللازم نتعلم لها لو ما تعلمناش مش هيقدر تفكرنا يكون صحيح النقطة الستة شوف أنا بابني معك شوف أنا عملت نفس اللي أنا بقوله عملته معك سادس حاجة يبقى عندنا نفتاح ومرونة يبقى لازم يكون عندنا قدر من نفتاحها لأرأة الأخرى ما ينفعش بقى يكون بكلمك على النقد وما تبقاش منفتح لأرأة الأخرى وتستفيد منها وتسمعوها وتتعلموا من بعض وده شيء مهم جدا 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 زي ما السيدة المسلمة أشرت على رسول الله سلم في العمرة قالت له يا رسول الله أن تحلوا أن تسبح فيرى الناس منك الجد فيفعلوا فسمعها الرسول الله سلم وكان منفتحنا الرأي الأخر وحضرت النبي لحباب من منذر لما كمان في غزة بدل حضرت النبي علمنا الانفتاح ومرونة عشان نقدر نعيش رقم سبعة نبدع بقى نحاول بقدر الإمكان أن نحن نفكر بطريقة إبداعية مع بعض كل ما نبنع مع بعض وما حدش فينا يخاف من في التفكير الأخر كل ما نفكر مع بعض وما نخافش كمان من الفشل والتجربة ولكن نحذر من الملل والكسل ونستمر ولذلك أنا دايما بقول الحكمة اللي بحب إن احنا نعيشها دايما من علامات الصدق الحب الإبداع في حب البديع لأن ربنا سبحانه وتعالى دايما عن يفتح لنا الإبداع رقم تمانية وده شيء مهم اللي يجب أن نعمله إن احنا نقيم اللي احنا بنعمله كل فترة الحاجة اللي أنا قلتها وهو عملها ممكن أنا أرجع وأقول له إيه احنا ممكن نفكر في ده كل ما بنقول لبعض إن احنا بنفكر مع بعض ونقيم الكلام ده كل واحد فينا بيعني من الإخلاص في الفكرة اللي هو أقلها له لأن كل ما نقيم اللي احنا بنعمله ده كل ما بيبان صدقنا في اللي احنا بنعمله ده رقم تسعة رقم تسعة عندنا إحنا لازم نطور اللي احنا بنعمله طول الوقت نفرد لقينا حاجة محتاجة تتحسن نحسنها ولأن احنا لو أملنا حل المشكلة زوجية وبعدين الحل دو محتاج شوية تحسين مفيش منع أن احنا نحسنه لأن احنا محتاجين نتطور إن الله لا يغير ما بيقومه حتى يغير ما بأنفسه نستمر في التطوير ونزاك رسول الله عليه وسلم خير العمل لأدوامه وإن قل نطور نفسنا رقم عشرة والأخير إن احنا لازم في التفكير الناقد احنا مش عافين كل حاجة وفق كل ذي علم عليم اللي ما نعرفوش نعمل ايه نروح نسأل فيه الخبير حتى لو جربنا حتى لو خدنا مشوار طويل مع بعض برضو نسأل الخبير وخاصة في الإرشاد الزواجي عشان يساعدونا في فهم أنماط شخصيتنا وتحدياتنا إزاي نتجاوزها وإزاي نصنع الحلول الزوجية العشر خطوات دولة مهمين جدا إن احنا نتبنعهم في الحياة الزوجية عشان نقدر تكون حياتنا سعيدة ونكون في أحسن حال لو سمحت اذكروا الحلقة دي كويس وعيدوا الكلامنا مرة تانية عشان كل واحد فينا بدل ما يروح يقول كلام ناقد يوجه شرك حياته يقدر يقول كلام ناقد يفتح أبواب لي ولشرك حياته من أبواب السعادة يا رب رزقنا إن احنا نكون بنقول الكلام اللي هو من أحسن الكلام ونعمل بقوله تعالى وقوله للناس حسنة وكمان نعمل بقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وأولى الناس إن احنا ندفع بالتي أحسن معهم أحبابنا وخاصة اللي كانوا أحبابنا في أسرتنا يا سادة معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر مفتوح بيننا وبين بعض تفضل مجالس العلم موجودة ونفضل كمان مع بعض دايما نسمع أسئلتكم المباركة ونسمعها كمان ونستفيد منها كل خير معنا الأستاذة سميرة من القاهرة تفضلي يا أستاذة سميرة أهلا عم بيش أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا فند كل اسم ألو ألو أستاذة سميرة تفضلي سمعني حضرتك آه سمعك يا فند حضرتك في رأيين في الزكة أصدق على شهادات الاستثمار يعني أيوة طيب شهادتك لو فيه شهادات في البنك يعني فيه فيه عيب يقول عشرة في المئة من أرباح وفيه جاز بتقول اتنين ونصف في المئة من الإجمال تعالي أحلها لك شوية يا حاج أيوة أيوة ده سؤال حضرتك حاجة سميرة بس السوت بيقطع لو سمحت يقولي لي سؤال حضرتك لو تكرمتي سؤالي عايزة أعرف إنه الصح عشرة في المئة من الأرباح ولا اتنين ونصف في المئة من إجمال المال خليني أسأل حضرتك سؤال حضرتك عندك أموال تانية غير الأموال دي بتتصرف منها لا هي دي شعبتك خلاص حضرتك قولا واحدا طلعي الاتنين متفقين الرأيين متفقين على إنك أنت تطلعي عشرة في المئة من الريع وما تتوسيسي حاجة سميرة عشان فتري طلعي عشرة في المئة وما تتوسيسيش خلاص ممكن ما تسأليش حد تاني مش عشان أنا بقولك إن العلم كله هنا لكن بس أقولك عشان ما تتوسيسي الرأيين متفقين إن انت تطلعي عشرة في المئة من الريع خلاص بس كده بس كده يعني شعبتك يعني في ناس ألوا عشان لا تطلعي عشرة في المئة أشوف لما بقولك يا حاجة سميرة ماني توسيسي لو تكرمتي تطلعي عشرة في المئة من الريع آه بس بس كده شكرا عفوا لحاجة سميرة نعم أستاذ عمري تفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ عمري تفضل لو سمعت فضلت الشيخ بس أل حردك بالنسبة لو أنا عايز مثلا أشتري مثلا عربية مثلا أنا أخوك قردي من البنك ده حلال ولا حرام السؤال أنت الرأي مش هيختلف قوي بس أنا عايز أقولك شوية تفاصيل أنت البنك عشتراك العربية ولا أنت أخذ فلوس وتحطها في العربية وهتكتب الغرض ده في الأسيمة أن أنت واخذ فلوس لشراء العربية آه تمام زي ما حردك ما قلت كده يعني عايز أعرف اللي اتنين لو أنا أخذت الكار دي مثلا الاتنين جائزين الاتنين جائزين لأن الاتنين من قبيل التمويل لأن أنت كتبت الغرض الغرض أن أنت خدت الفلوس عشان تضع الفلوس دوت في آه شراء العربية ده اسمه تمويل تمام الاتنين اسمهم تمويل وقول لها الاتنين جائزين عشان فيه سلعة خلاص تمام يعني الاتنين عادي ما فيش أي حاجة نعم الاتنين جائزين يا أستاذ عمر يبقى أنت دلوقتي مدام بتكتب الغرض في استمارة أخذ المال فيبقى دوت وما بقى شيء اسمه قارد خلاص لفظ قارد ده شال من قانون بنك مركزي البنك بيعمل في هذه الأنشطة في التمويل والتسليلات الاقتمانية وكمان بيعمل فيه زيادة رؤوس أموال بس زيادة رؤوس أموال الشاكل فعشان كده خلاص ده من قبيل التمويل يا سيد عمر ماشي مشاكل لك عفوة لحضرتك نعم السيدة ممحمد من اسكندرية تتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله بركاته أنا عايز أسأل حضرتك فأني يا فند اتفضل يا فند أنا كنت متزوجة بس متزوجة عرفي معلش يعني عرفي يعني عرفي بإشهار تبين ورقة ورقتين عند محامي بإشهار أنا أعرف أن الجواز هو الأركان والشروط فإذا كان الجواز إذا كان الجواز بولي أيوة بولي ولي ومهر وإشهار وكل حاجة طيب اتفضل يسألي أنا دلوقتي معي ولد من هذا الزواج حمدت وجبت ولد من عازل الزواج بس الزواج دوت الزواج دوت لازم أي حد بيسألنا عن الجواز دوت بقول له إيه لو سمحت تتفضل روح وثق الزواج ده معنا بكمل لحضرتك فضالي إحنا دلوقتي وثقنا الزواج وخلناه زواج شرعي طيب أنا أعيز أسأل سؤال هل الطفل ده حرام ولا حلال لا الطفل ده لا معلش خليني بس التعبيرات دي عشان التعبيرات ديت أنا راجل عوضه في لجنة العلل الأوسعي البديلة الأولاد عشان خاطري بلاش نيجي جناحية الأولاد ونوصمه الولد دوت صحيح النسب قولاً واحداً صحيح النسب لأبوه اللي هو جي منه فنسبه إلى أبوه صحيح مش ده اللي بتسألي عنه يا أنا عايز أسأل إحنا عملنا حاجة حرام ولا حاجة حلال بس إحنا إحنا وصقناه إحنا وصقناه كويس وإنت كنت في أجواز مستوف الأركان والشروط تمام كان فيه مهر وكان فيه شبكة وشقة والناس كلها عارفة وكل حاجة بس كان فيه ظروف عائلية عنده هو مناعته من هو يختبر رسمي الجواز حضرتك صحيح دلوقتي واللي أنت عمل دي ده حلال والابن ده صحيح النسب والكلام ده خاص بالسيدة أم محمد محدش يروح يفتي نفسه أنا بقوله هو في مساء الجواز اللي بالناس بتسميه جواز عارف محدش يروح يفتي نفسه لو تكرمتم أي حد متجاوز جواز مش موسق يروح يوسق الجواز لو سمحته واضحة أنت عملت كده وجزاك الله خيرا وأحسنتي ويبني حضرتك صحيح النسب واللي أنت عملتيه ده حلال وإن شاء الله ربنا يبارك لك في أولادك ويبارك لك كمان في أسرتك ويجعلك في صحة ويجعلكم في سعادة وسرور ولو سواحتي ما تتوسوسيش ماشي بلاش نتوسوس ونحس إن احنا عملنا حاجة غلط ومعرفش إيه لأن في بعض الأحيان بقى تيجي زوجة زوجة اللي كانت مضادررة تقول لها أنت معرفش إيه ما تسمعيش كلام ده أنت إن شاء الله في جواز صحيح وليس في حرم إن شاء الله نعم أستاذة منارة أستاذة منارة يمكن تفسر لي حلم أنا حلمته عايزة أعرف بس تقويله طب سلام عليكم وعليكم السلام ما بعتذر لحضرتك أبدا بس إحنا هقول لحضرتك حاجة أنا ممكن أسمع منك الحلم بس أنا عايزة أعلم القاعدة مهمة في الأحلام تفضل القاعدة المهمة في الأحلام إن الأحلام دي إذا كانت أحلام بعيدة عن حديث النفس لأن نحن عندنا في حلم وفي رؤية والناس بتستخدم اللفظين دولة في العام وإن كان دولة معنيين قريبين من بعض لما يراه الإنسان عند نومه فإيه اللي بيحصل الحلم بيجعلوه للأشياء غير الحسنة والرؤية بيجعلوها للأشياء الحسنة وحديث النفس ده بيجعلوه في الأشياء التي لا هي من ذاك ولا من ذاك ولكن بيطلع فيها أشياء كتيرة تتعلق بالنفس فالقاعدة في الحلم أنا أسمعك والله بس أنا لازم أقولك كده فالقاعدة في الحلم إن الحلم إما أن يكون بشرة أو تحذير وإحنا في البرنامج هنا مبدأنا إن إحنا ما بناخدش في مسألة الأحلام دي لكن أنا هسمع حضرتك عشان أقول لحضرتك شوية حالية تفضل جزاك الله كل خير يا رب بس أن نسرع بقى كنت في زيارة عائلية تمام بعد كده إبني عميته ورايا فلقيته بيبصله بيقوله هاوصيك عليها بوصيك عليها طيب بس هو الحلم كده ولا حاجة أولا في جزء بشرة فيما يتعلق بوالد حضرتك و لا تفعلي أي شيء مترتب على هذا يعني مثلا أنا سأبيني مثال ده مليوش دعوة بالجواز من نعمتك تمام أهو ما أنا هو بقوله هو مش أنا بقولك ليه بقى لإن إحنا عندنا قاعدة تانية فيما يتعلق لا لي دعوة بمنع من الجواز من نعمتك ولا أمرك بالجواز من نعمتك ليه لإن إحنا عندنا قاعدة مهمة في الأحلام لا نبني القرارات على الأحلام خالص ولا نبني أصلا العلاقة بربنا على الأحلام ولا نأخذ قرار بالانفصال على الأحلام ولا نأخذ قرار بالجواز على الأحلام ادرسي لو ابن عمتك متقدم لك ادرسي هل جوازك من ابن عمتك ده مطابق ليه الأصول والقواعد أهلا وسعلا وما تعتبريش إن والدك بيقولك اتجوزي ابن عمتك ولو ما تجوزتوش تبقى أنت ما بتعمليش بوصيتي هو العم دلوقتي بعد الحلم حصل خلاف معايا معايا بس اتصالحنا يعني عن قريب العم اللي اديتني أكل دا أستاذة منارة أنت فهمت كلامي؟ أه فهمت حضرتك يلا أنا فتكرت يعني ما تحطيش ما تبنيش قرار على الحلم ده خالص خلاص ميش واضح؟ ربنا يفتح عليك ويبارك لك نعم السيدة محمد تتفضل السلام عليكم السلام عليكم دكتور عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يخليك أنا محتاجة التوضيح لأمور أنا كبني أجمع ملتزمة جدا وإن شاء الله يكون مقبولك إن شاء الله وإذا مرت ظروف صعبة عليها جسميا أو حياتيا بقاوم وبارك ورأوه وكل حاجة فتح الله عليك الله يستعليك لغاية ما اضطريت أني أعمل عملية وأنا بعمل العملية يا دكتور أنا لا عرف أستدعي ولا عرف أرى قرآن ولا عرف مخي يوجهني للآيات الصح أنا حسيتني أنا إيماني كل اللي أنا بعمله مش خوي سؤالة فين يحجمه محمد السؤالي إزاي أو إيماني إزاي إن ربنا متقبل اللي أنا بعمله طيب اسمحي لي أجاوب على حداتك محمد إذا كان سؤالك ينتهي تفاولي تفاولي بص يا حاجة محمد أولا أنا عايزك بس تدعيلي يعني أنت وفي الحالة اللي أنت شايف الحالة الصحية اللي أنت فيها دي وإن شاء الله ربنا يكتب لك من تمام الأجر والعافية تدعيلي لأن أنت إن شاء الله دعائك يكون ما أنت فيه سبب من أسباب الإجابة إن شاء الله دي أول حاجة حاجة الثانية أن أنت ثوابك بيكتب لك سواء قادرة تقرأي قرآن قادرة تصلي أو مش قادرة تصلي قادرة تصلي زي ما كنت بتصلي وقفة ودلوقتي بتصلي وانت قاعدة بتعملي كده أنت إن شاء الله ثوابك بيكتب لك كاملا فما تقلقش على نفسك استمري وانت في خير إن شاء الله لأن رسول الله بشرك أن الإنسان لو كان في مرضه ويكتب له الثواب في مرضه كأنه صحيح ربنا يجمع لك بأن تمام الأجر والعافية ويحفظك يا رب العالمين يا سادة دمتم في خير دمتم دائما تفتحوا أبواب السعادة لبعضكم كلما اجتمعتم على الرأي المشترك ولا بأس إن كل واحد فينا يطرح رأيه بحكمة وبمودة وبرحمة ودوة الله يفتح لنا أبواب السعادة على الدوام يا رب جعلنا دائما نتقبل ونقبل ونكون دائما من المقبلين عليك لتفتح علينا أبواب السعادة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين جعلنا دوما في مددك يا رب العالمين